اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد في هذه المحاضرة سنتعلم كيفية تصميم شهادة شكر وتقدير بشكل احجرافي اهلا بكم من جديد في البداية راح نغير اتجاه الورقة الى افقي من خلال تخطيط قائمة تخطيط ومن ثم الاتجاه ثم نختار افقي ايضا نتأكد من الحجم اي فور من الحجم ونتأكد ان الحجم اي فور الخطوة التالية راح نضيف الباكجراوند الخاص بالشهادة من قائمة ادراج صورة طبعا هذا هو الباكجراوند الخاص بالشهادة راح نضغط كليك عيما على الصورة انتفاف الناس ورح نختار خلف الناس راح نكبر الصورة على كبر حجم الورقة وهذه الطريقة طبعا جيد الان الان راح نضيف المخطوطة الخاصة بالشكر والتقدير بهذه المنطقة من خلال ادراج صورة ورح نختار شكر وتقدير راح نضغط على المخطوطة كليك ايمن ومن ثم التفاف الناس ونختار امام الناس راح نصغر الحجم وهذه الطريقة طبعا جيد الان من قائمة ادراج مربع نص ورح نضيف رسم مربع نص راح نضيف مربع نص خاص بها الاسم طبعا اسم افتراضي من الصفحة الرئيسية راح نكبر الحجم طبعا راح نغير نوع الخط مثلا بهذا الشكل ممكن هذا الخط هذا الخط ممكن جميل وطبعا لا بأس ممكن يكون 38 ممتاز من تنسيق تعبئة الشكل راح نختار بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي بهذا الشكل طبعا ممكن نكبر شكر وتقدير بهذه الطريقة ممكن نختار لون احمر طوخ مثلا ممكن بهذه الطريقة جيد الان الان راح نستنسخ هذا النص هذا النص اللي بلا اسفل راح نغير الحجم راح نخلي مثلا 36 ورح نخلي اللون اسود وطبعا نوسع مربع النص ورح نكتب تفاصيل الشكر وطبعا راح نختار توسيط بهذا الشكل جيد الان طبعا ممكن انه نغير بالاماكن بهذه الطريقة يعني نغير توزيع النصوص الان راح نضيف التاريخ والتوقيع بهذه المنطقة راح نستنسخ هذا النص طبعا من خلال نضغط على كونترول ونسحب طبعا راح نصغر النص ممكن يكون 20 وطبعا اسود ممكن يكون توسيط طبعا راح نصغر مربع النص بهذا الشكل وطبعا راح ننزل فقط يحتاج نقرب الأسطر من خلال الصفحة الرئيسية نضغط على هذا الخيار اللي هو تباعد الأسطر خيارات تباعد الأسطر وطبعا راح نختار 0.9 مثلا جيد طبعا هذا راح يكون مكان للتوقيع وطبعا ممكن يكون 18 أيضا مناسب بهذه الطريقة طبعا راح نستنسخ اخاذ مربع النص من خلال كونترول خليه بهذه المنطقة وطبعا راح نكتب هنا التاريخ وبالأسفل راح نضيف تاريخ آلي من خلال نذهب إلى قائمة إدراج ومن ثم نختار التاريخ والوقت وطبعا نختار تحديث تلقائي وموافق جيد الآن مثل ما نلاحظ أنه أصبح عندنا التاريخ يحدث نفسه وطبعا هذا راح يكون قالب خاص بالشكر والتقدير بإمكاننا نستخدمه لأكثر من شهادة بهذه المنطقة ممكن نضيف الشعار الخاص بالمؤسسة أو ممكن نكتب اسم الشركة بشكل مباشر راح سنسخ النص راح أخلي لون النص أبيض مثلا بهذه هي الطريقة جميل أيضا ممكن أنه نقلل من ارتفاع التواعد الأسطر من خلال الخيارات التواعد الأسطر وطبعا نختار 0.7 جيد الآن ممكن نمد كلمة الرونك مثل ما نلاحظ التصميم جميل وبسيط بنفس الوقت ترجمة نانسي قنقر